لكن أمام هذه التطورات دكتور عبد الله نتساءل ما الذي دفع إسرائيل للتوغل بريا في لبنان يعني حقيقة إن كانت إسرائيل تحقق كل هذه الأهداف من خلال سلاحها الجوي اليوم حتى من خلال البوارج شو اللي يجعل إسرائيل تتوغل بريا إن كانت تحقق ما تريده بالطرق الأخرى اللي لا تورطها أبونا خلينا نحكي عن الهدف من عملية برية الإعلامة إسرائي بشكل رسمي وتبنى المجلس الوزاري المصغر وهو إعادة السكان إلى الشمال سكان المستوضانات الذين نزحوا إبان حرب غزة كان هذا الهدف يعني في البداية أعلن بشكل رسمي أنه هذا هدف العملية البرية لكن الجيش الإسرائيلي وإسرائيل وضعت هدف ضمن آخر لم يتم إعلانه رسميا وهو تفكيق قدرات حزب الله وهو أمر ورد في صحيفة الول ستريت جورنال اليوم يعني الآن رسميا لا يوجد هدف تفكيق قدرات حزب الله يعني يحكي عنه في الإعلام وفي بعض التحليلات ولكن الحكومة الإسرائيلية لم تقول أن أحد أهدافنا هو تفكيق قدرات حزب الله وهو الهدف الرئيسي أو المعلن هو إعادة السكان للشمال وبالتالي قالوا نحن نحتاج إلى دخول لعملية محدودة والتي لا أعتقد أنها ستكون محدودة وستكون مفتوحة وكما رأينا اليوم تطورات ومقتل الجنود والضباط هذا يعني أن إسرائيل مضطرة إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية لحماية الجنود الذين دخلوا إلى الحدود أعذرني دكتور عبد الله لكن دعنا نتابع معا هذه الصور الآن التي وردت على ما يبدو بحسب ما يشير معد هذه الساعة قبل قليل يقول الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار دوت في عكا وفي العديد من المناطق في منطقة حيفا وكريات وتحدثت أيضا وسائل إعلام إسرائيلية عن سماع دوي عدد من الانفجارات شمال حيفا هلأ إسرائيل هيوم كانت قد أشارت إلى أن رشقة صاروخية واسعة النطاق انطلقت من لبنان باتجاه حيفا ومحيطها كلها ضمن التطورات نفسها يعني لا يمكن ما زال حزب الله يمتلك قدرات صاروخية ولا يمكن للقصف الجوي ردنا على سؤالك لماذا تدخل إسرائيل بريا لأنه لا يمكن بالعمليات الجوية استهداف كل القدرات الصاروخية لحزب الله يعني أكثر التوقعات أو التقديرات تفاؤلا في إسرائيل أنه كل ما جرى لغاية اليوم لم يستطيع القضاء على أكثر من 40% إلى 50% من قدرات حزب الله وبالتالي لن يستطيع الجيش الإسرائيلي خلال هذه المرحلة القصيرة التي يقال أنها محدودة من القضاء على القدرات الصاروخية لحزب الله وبالتالي ستسمعي كل يوم أن هناك رشقات صاروخية ونحن رأينا ماذا حدث في غزة على مدى سنة كاملة وصواريخ هذا السؤال دكتور عبد الله أنا ما أخشى ما أخشاه أنه يتكرر سيناريو غزة في لبنان هذا هو السؤال الذي رايح فيه عند الأستاذ محمد من يتابع كل هذه الأحداث وأنت من المتابعين لأحداث حرب غزة طوال العام الماضي يتساءل إن غزة ورطت إسرائيل بهذا الشكل عام كامل لم يستطع بن يمين نتنياهو من تحقيق أهدافه داخل هذا القطاع شو اللي رح يصير بلبنان نتحدث عن جنوب لبنان نعم أنا أعتقد الحالة اللبنانية حقيقة وحزب الله مثيرة للاهتمام بشكل كبير وأعتقد هجمة البيجر كانت مهمة جدا وعطت مؤشر بمدى اختراق هذا الحزب ومبدأ وجود ربما عملاء في هذا الحزب وبالتالي رأينا بعد هذه الضربة الموجع حقيقة انهيار متسارع وسقوط متتالي لقيادات حزب الله وبالتالي اليوم أنا أعتقد اليوم هذه المنظومة المخترقة والتي لا تريد أن تعترف بها لا حزب الله ولا إيران هي التي عجلت حقيقة بهذا الوضع الدراماتيكي المتسارع طبعا اليوم نجد في الميدان هناك محاولة للمقاومة واستمرار مواجهة إسرائيل وقدرات حزب الله لا يجب الاستهانة بها حزب الله على مدى سنوات طويلة وهي تهيئ نفسها كذلك هي تعتقد وتؤمن بأن هناك يوم للمواجهة وربما هذا اليوم قد أتى وبالتالي هذا الجنوب بأكمل بلا شك أنه مهيئ لمثل هذه المواجهة مهيئ لمثل هذا التدخل البري ومحاولات إسرائيل ربما السيطرة لن تكون سهلة بلا شك يعني نحن رأينا خلال هذه الأيام أن هناك مواجهة مستمرة مواجهة عنيفة الإشكالية حقيقة والخطر ربما عندما يكون هناك سقوط عناصر من الجيش اللبناني بلا شك الضباط الذين سقطوا الجنود الذين سقطوا نتيجة هذه المواجهات لا يجب أن يستمر هذا الوضع إسرائيل اليوم بحاجة أن تفكر مرة أخرى في التدخل البري تفكر في نتائج هذا التدخل في حدود هذا التدخل نحن رأينا عقيدة الحكومة العسكرية أو الإسرائيلية الحالية عقيدة فيها نوع من الطمع والجشع إذا أردنا أن نسميها مع العلم أستاذ محمد أنه بحسب ما قرأنا اليوم في الول ستريت جورنل يقول الجيش الإسرائيلي أنه لم يكن ينوي أي توغلة بريا أو الدخول في حرب برية واسعة النطاق لكن أيضا بحسب ما ذكرت الصحيفة نفسها نقلا عن مسؤولين إسرائيليين هدف التوغل بري مثل ما قاله أستاذ عبد الله الآن في هذه المرحلة تدمير الأنفاق الأسلحة لأعدها حزب الله بالقرب من هذه الحدود طبعا الهدف المعلن إعادة السكان إلى مناطقهم في الشمال أسألك دكتور محمد زغول هل إسرائيل قادرة من خلال عملية برية القضاء على الأنفاق القضاء على الأسلحة يعني شفنا السيناريو قريب جدا في غزة الآن غزة واقع مختلف عن واقع الجبهة الشمالية لسه أسباب كثيرة أولا غزة محاصرة يعني لا يوجد منفذ لدخول رصاصة إلى غزة منذ بدء العمليات الواقع في الجبهة الشمالية مختلف تماما هناك حدود طويلة وواسعة مع سوريا والنظام السوري متعاطف مع حزب الله وهناك ميليشيات لإيران منتشرة على طول هذه الحدود لا أريد أن أقفك بس هل تعتقد حقيقة ذلك؟ يعني موجودة هذه الميليشيات ويمكنها تعريب السلاح طبعا السلاح لازال يصل ولن يتوقف السلاح عن الوصول هناك فرصة وهناك مخاطر في لبنان طبعا هذا يمنحك هناك فرصة لأن لبنان يختلف عن غزة لبنان هناك دولة في أطراف تعمل مبادرات سياسية ممكن أن نصل لحل دبلوماسي أو سياسي بأي طريقة ولكن هناك مخاطر أن لبنان مفتوحة بالحدود وبالتالي تزويد بالسلاح أنا أريد أن أعلق على كلام أستاذ محمد أن إسرائيل تخشى أن تدخل العملية البري نعم سيكون هناك قتلة وسيكون هناك خسائر بشرية كبيرة والمعدات المشكلة أن إسرائيل لم تعد تخشى الخسائر لا لا أتفهم لم تعد تخشى خسائر 722 جندي عسكة جندي قتل ممكن يصيره 5000 كيف لا تخشى الخسائر لا تخشى بمعنى لا 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 المقصود أن إسرائيل جميل أن تدخل أنه يوجد دولة لا تخشى الخسائر لا لا دعنا نسمع شفرماني وإسرائيل ما يقصد بذلك شو الفكرة أنه اليوم الجبهة الداخلية في إسرائيل والقدرة على تحمل الخسائر في المعارك تغيرت قبل 7 من أكتوبر ولكن هذا لا يعني أنها لا تخشى الخسائر إنما إزداجت سؤالي لك هل تنسح بإسرائيل من جنوب لبانا الآن بسبب الخسائر العسكرية جميل السؤال سؤال جيد دعني أوضح مسألة أولا الهدف المعلن للمعارك أنه نحن بدنا نرجع السكان للشمال هذا لا يمكن أن يتحقق حتى لو وصلت القوات الإسرائيلية إلى بيروت طالما عند حزب الله صواريخ لأن الصواريخ أقرب مدالة إلها بيوصل من شمال لبنان إلى شمال إسرائيل وبالتالي ما دام في صواريخ عند حزب الله لا يمكن أن يعود هؤلاء إلى أبعد من ذلك ما دام هناك صواريخ في سوريا وفي العراق وفي إيران لن يعود سكان الشمال لأماكنين أن تقضي إسرائيل على كل هذه القدرات وبالتالي الهدف نفسه غير واقعي الهدف نفسه غير واقعي نأتي للهدف الآخر تدمير قدرات حزب الله أنا أعتقد أنه يمكن 99% من المنطقة لا يريد أن يبقى حزب الله محتفظا بهذا السلاح وهذا السلاح لم يكن يوما من الأيام لا في خدمة الأمن القوم العربي ولا في خدمة الأمن اللبناني ولم يكن إلا وبال على لبنان وعلى محيطه وهذا السلاح نفسه هو الذي أفضل لبنان من الحضن العربي تم استعراضه في بيروت تم استعراضه في سوريا تم استعراضه في كل لكن هذا الكلام شيء وواقعية الأهداف شيء آخر إذا بدنا نحلل بشكل منطقي أنا باعتقادي بأن مجرد فكرة تجريد حزب الله من سلاحه كاملة فكرة طوباوية للغاية لا يمكن تحقيقها لأنه تحتاج إلى أكبر من إسرائيل لا يمكن تحقيقها بالقوة العسكرية يمكن تحقيقها بالدبلوماسية من خلال الوصال وهل تتخيل أن حزب الله ممكن يتخلى عن سلاحه بالدبلوماسية اللبنانية أنا لا أدري كيف يمكن أن أتوقع من حزب زي حزب الله أن يأتي ويقول للناس تعالوا استلموا سلاحي هو بنى وجوده على السلاح هذا جدد كبير الذي يمكن أن يوصلنا إلى ديل في هذا هو حوار إقليمي مثل ما تفضل الأستاذ محمد هذه النقطة طاولة تجمع إيران تجمع إسرائيل تجمع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية ومصر وتركيا وجميع قوى المنطقة بلا استثناء لا نستثني أحدا الجميع له الحق في الحياة والجميع له الحق في المشاركة والجميع له الحق في التعبير عن مصالحه هو أن تراعى مصادر التهديد القومية التي يشعر فيها إذا روعيت المخاطر عند الجميع يمكن أما ما دون ذلك فكرة تجريد سلاح حزب الله هل استطعتم تجريد سلاح حماس بعد سنة؟ هل حماس الآن بلا سلاح؟ ما هذه الأهداف الواقعية؟ في جدل كبير هل استطعتم حتى الآن إلغاء خطر حماس على إسرائيل؟ مبارح في رفح للسلاح حماس يا دكتور لم يستطيع إسرائيل تجريد سلاح حماس أنا معك لكن هل غزة اليوم هي غزة قبل سنة؟ هل تريد أن تتحول لبنان إلى غزة؟ لا أريد طبعا لا أريد أنا بصراحة أقول لك أن العمليات العسكرية ستستمر وتتوسع واليوم بالضاحي الجنوبية وتتعدى بيروت وتستمر إسرائيل المطلوب اليوم من الدول العربية أن يكون هناك اتفاق من خلال أطراف اللبنانية المؤثرة في الداخل اللبناني لمبادرة سياسية يسلم حزب الله سلاحه طوعا دكتور عبد الله انطلاقا من ما تفضلت به اليوم وأستاذ محمد ودكتور محمد البعض يقول اليوم أنه لبنان واللبنانيين يدفعون ثمن الاتجاه نحو محور بعيد كل البعض عن الحضن العربي ما بدي أقول وإشمل كل اللبنانيين لأنه لبنان منقسم والكل يعرف أنه في دويلة داخل هذه الدولة هي اللي سيطرت على البلد سنوات طويلة لكن لا شك أنه لبنان كان بالفترة الماضية متروك متروك لأنه نختار هو الخط اللي بديه اليوم خلال الساعات الماضية وبعد عملية اغتيال حسن نصر الله هل لمست أي تغيير؟ لأنه أنا شخصيا وسألت عماد قبل قليل مفدنا في بيروت كيف تنظر إلى التحركات الجديدة؟ تصريحات وزير الخارجية اللبناني ملفتة جدا كانت على السيانان عندما قال أنه حسن نصر الله كان قد وافق على وقف اطلاق النار قبل ساعات من اغتياله اليوم الجانب الأمريكي ينفيها ملفت جدا ما تحدث به رئيس البرلمان نبيه بري عندما قال أنه أتراجع عن الحوار خلونا نجتمع وكمان نحكي برئيس جمهوري جديد وكأنه أيضا تخلى عن اختياره لفرنجي طبعا اللي كان مرشح الجانب الآخر وبالتالي نتساءل هنا هل بدأنا نلمس تغييرا في السياسة؟ ما بدي روح عند الجانب الآخر لأن الإمارات هي أول من قدمت مساعدات للشعب اللبناني على الرغم من أنه كانت هذه الدولة خارج صياق العربي طوال السنوات الماضية أنا أتقد هذه اللحظة التي ينتظرها كل العرب عودة لبنان إلى الحظن العربي بلا شك لا أعتقد أن أحدا لا ينتظر تلك اللحظة التي يستطيع لبنان أن يتخلص من السيطرة الإيرانية وقدرتها على القرار اللبناني ومثل ما تفضلت المؤشرات السياسية من لبنان مهمة جدا التصريحات التي خرجت وربما أكثر شيء لفت انتباهي حقيقة بعد وفاة نصر الله بأسبوع سمعنا أنه وافق على مسألة الحوار ومسألة إيقاف المواجهة وما شبه ذلك وكأن هناك تمهيد بشكل أو بآخر الشيء الآخر حقيقة أعتقد كلام رئيس الوزراء اللبناني كذلك اليوم عن مسألة ضرورة اختيار رئيس هذه مسألة مهمة اليوم لبنان تواجه تدخلات واعتداءات إسرائيلية لكن على نفس الوقت أعتقد الخط السياسي يجب أن يكون شغال ومتحرك وبشكل سريع اختيار رئيس الجمهورية أعتقد اليوم أصبح مهم حتى تستطيع لبنان أن تلملم نفسها حتى تستطيع أن تتحرك بشكل أوضح اليوم ربما الشعب اللبناني كما تفضلت هو منقسم بين وبين لكن أنا أعتقد بعد ما تزول هذه الكتلة من الغبار بعد العمليات التي نشاهدها بلا شك أن كل لبناني حتى من كان مع هذا المحور أو ذاك سيفكر قليلا ماذا استفاد لبنان طوال السنوات الماضية أين وصل لبنان من الذي أوصل لبنان إلى هذا لماذا أصبح لبنان طرف في هذه الحرب هناك اعتداءات إسرائيلية على الفلسطينيين في غزة نأتي في لبنان وندفع الثمن لماذا كيف هذه المعادلة صارت بهذا الشكل ليست الدولة ولا اللبنانيين من اختاروا هذا المسار تفضل دكتور هل يسر عرفات أو هل حسن نصر الله وحزب الله أكثر إخلاصا القضية الفلسطينية من ياسر عرفات لماذا تخلى ياسر عرفات بال82 عن السلاح وترك بيروت لأنه يريد أن يحافظ على السردية الوطنية القضية الفلسطينية ويريد أن يحافظ على الدولة اللبنانية هل يستعد بالضبط هل حزب الله هل حزب الله مستعد أن يحافظ على الدولة اللبنانية لا لا وانا نفس السؤال غير معني هو غير معني بالدولة اللبنانية هل خالد مشعل ويحي السنوار أكثر إخلاصا لفلسطين من أحمد ياسين الذي رفضت تعاون مع إيران ليست مسألة إخلاص المسألة مسألة هوية هوية حزب الله ليس بالأساس هذه حركة ولائية لازم يكون فهمين ما هو الحزب يعني هذه حركة ولائية تدين بالولاء لمشروع مختلف تماما ما إلو علاقة بالدولة ما إلو علاقة بحدود الدولة يعني واثق البطاط كان في قناة عراقية بيسألوه وهو قائد كتائب حزب الله العراق قالوا له لو دخلت الحكومة العراقية هذه تعت الشيعة اللي حاكمنا الشيعة الآن لو دخلت في حرب مع إيران مع مين بتوقفه قال بدون تردد مع إيران وهي بلده وجاي يتكلمني أنه والله حزب الله بدي أنا لا أقول نسمح أنا أقول أن هوية هذا الحزب لا علاقة لها بهذه المفاهيم ولا تتعامل معها هذا الحزب يرى وجوده في سلاحه إن أردت تخليص سلاحه منه يجب أن تقضي على وجوده إن كان بدك تقضي على وجوده أنت في عندك تحدي أن تقضي على حاضنة شعبية هو موجود بينها ويتحصن فيها تنتهي في كارثة أخرى أكبر بكثير من الكارثة كارثة الأشناء في غزة طيب ما هو الحل؟ ما هو حل أسهل من هذا كله؟ هناك سؤال وأستاذ محمد عندك مدخلي أيضا هناك سؤال هل حزب الله قبل أحداث 17 سبتمبر إن لم أكن مخطئة قبل عملية البيجرز شيء واليوم شيء آخر بعد اغتيال حسن نصر الله ما رأيك؟ أنا هذا اللي كنت أريد أن أقول هل حزب الله قبل ذلك هو نفس حزب الله اليوم؟ هل حزب الله بعد رحيل نصر الله هو نفسه؟ لكن لم يعد مسألة الاحتفاظ بالسلاح خيار لدى حزب الله اليوم يجب أن يقرأ حزب الله المشهد والقيادات الجديدة في حزب الله يجب أن تقرأ المشهد الجديد ويجب أن تعود إلى الدولة اللبنانية لم يعد هناك خيار حقيقة يعني ما وصل إليه لبنان ليس هناك أكثر ليصل إليه لبنان وبالتالي أعتقد مسألة التفكير في سلاح حزب الله يجب أن يكون تفكير جدي وهناك أصوات لبنانية كثيرة كانت تطالب بتسليم حزب الله لسلاحه وتغيير نهجه طبعا هذا قرار ليس بالسهل لن يأتي بين عشية وضحاها كما يقولون لكن هذا هو الخيار الاستراتيجي الذي يجب أن يكون هناك جيش لبناني يجب أن يحتضن ذلك السياح وأن يستلم ذلك السلاح حزب الله يجب أن يكون جزء من المكون اللبناني الوطني إذا أراد أن يتخلى عن طهران إذا لم يكن خياره المستمر هي إيران ربما هذا يكون بإرادته وربما ليس بإرادته الأيام الجاية سوف تكشف لنا إلى أي مدى كذلك إيران سوف تتمسك بهذه الأذرع كيف ستدعم بهذه الأذرع أم أنها أصبحت لديها خيارات استراتيجية هل يمكن أن يتحول هذا العداء الاستراتيجي بين إيران وإسرائيل إلى تحالف استراتيجي ربما؟ أخذني إلى المحور الأخير في هذه الحلقة النقاشية اللي صراحة أنا متحمس عليه كثيرا وبعرف أنه أنتو كمين سيكون لديكم مشاركات قيمة ننتقل ما الذي تريده إيران من لبنان؟ سؤال يطرح حتى قبل الإعلان عن زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي غدا لبيروت زيارة لا يمكن أن تأتي في مشهد أكثر تعقيدا وتشابكا مما هو عليه الآن توتر على أشده بين طهران وتل أبيب وحرب تكاد تكون مفتوحة بين حزب الله وإسرائيل وزيارة عرقجي تحمل ولا بده الكثير وعلى أكثر من صعيد ولكن هل ستكون الأولوية لترتيب أوراق حزب الله بعد مقتل نصر الله؟ أم أن عرقجي يريد شيئا آخر ما الذي يريده عرقجي؟ دكتور محمد صغول يعني نصر الله غادر هذه الحياة وقيادات حزب الله اختفت عن الأورغانيجرام عن هذه الهيكلية طيب شو جاي يعمل عرقجي في بيروت غدا؟ العرقجي يعني مصادر موثوقة في إيران ذكرت بأنه حتى قبل اغتيال نصر الله كان طلب زيارة لبنان ونصر الله نفسه رفض استقباله لأنه موقف الحكومة الإيرانية موقف حكومة الاعتدال يعني كان ممتعضا منه حسن نصر الله والتأخير في الرد على إسماعيل هنية وضغوط الحزب على إيران باتجاه أن تقوم بشيء لم تنتج وتصريحات ضريف اللي كانت مستفزة للحزب أدت إلى امتعاض وتفكك في العلاقة نسبيا ما بين الطرفين أنا في بداية حوارنا كنت بتكلم عن هذا التجاذب الذي كان يجري في الداخل الإيراني بين عقل الدولة وعقل الثورة وفي داخل عقل الثورة نفسه ما بين بيت القائد الأعلى في إيران علي خامنئي بسموه هناك بيت القائد اللي هي المؤسسة التي يعني تحيط بالقائد الأعلى لأنه هي مش فرد أو فرديا مؤسسة ضخمة جدا بأذرع اقتصادية وسياسية وأمنية وعسكرية حتى وما بين الحكومة وما بين الحرس بين هذا المثلث يعني كان فيه شديد من التجاذبات الحرس يريد ويطالب بضربة قوية جدا ورادعة على إسرائيل والحكومة يعني تريد عدم الرد أساسا وكان خامنئي في حالة توازنات ما بين الطرفين هذا التريث أزعج حزب الله يعني إلى حد ما أشعره بأن هناك شيئا ما أنا باعتقادي أنه خامنئي توصل إلى نتيجة بأن الحرس يقول أكثر مما يفعل وبأنه قدراته على الرد على إسرائيل يعني لا تبدو متطابقة مع ما يدعيه ضباط الحرس لما يجلسوا في حضرة خامنئي فتوصل إلى أنه يفتح المجال إلى الإصلاحيين وإلى حكمة الاعتدال ليذهبوا إلى نيويورك ويحاولوا أن يبحثوا عن طرق أخرى لأنه بالنهاية بقاء النظام واستمرار النظام كان على المحك لكن الطرف الآخر أيضا لم يفسح المجال للحوار تقدمت إيران بكل رسائل الود والحوار والكذا في نيويورك سمعناها كلنا لكن إسرائيل بادرت بمزيد من الإذنال ومزيد من الضغط ومزيد من الضربات سواء على حزب الله أو على قادة إيران في سوريا وقادة إيران في لبنان ما اضطر النظام الإيراني مرة أخرى إلى تدارس خيار الردع مرة أخرى وجاءت الضربة اللي شفناها على إسرائيل واللي كانت رسالتها بتقول بأنه لإيران خطوط حمر يجب مراعاة من بداية 7 أكتوبر كان الجدل هو هل تتخلى إيران عن حماس؟ وإذا تخلت عن حماس هل تتخلى عن حزب الله؟ وهذا السؤال كثير مهم وجوهري أنا باعتقادي بأنه من يريد القضاء على حزب الله بهذا المعنى بشكل عسكري من دون حوار مع إيران لا بد له من الانتصار على عقل الثورة في إيران الانتصار عليه وهزيمته وكسر إيرانته أنت قالت لنا أن هذا الشيء صعب وبغير ذلك وأنا رأيي أن هذا الشيء صعب وأنا أرى أنه في طريقة أخرى أنه نحن نستثمر في عقل الدولة في إيران ونستثمر في هذا الحكومة الإيرانية الجديدة القادمة واللي عندها جهاز دبلوماسي يبدو أنه يريد الحوار حضروا إلى الدوحة أمس ويبدو أنهم ينقلون رسائل فيها كثير من الإيجابية إلى دول المنطقة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبعض هذه الرسائل تم تسريبها في طهران بأن الجماعة يقولوا ببساطة بأنه ضبط النفس لا يكون من طرف واحد وإذا أردتم لنا أن نواصل ضبط النفس يجب أن يكون ضبط النفس من طرفين وإلا ضبط النفس بهذا الشكل يدور بمعادلة الأمن القوم الإيراني وأعتقد أنها رسالة منطقية هي زيارة بحد ذاتها دكتور محمد ودكتور عبد الله وإستاذ محمد تثير الكثير من الجدل في لبنان اليوم يعني بانتظار وصول العباس هي استفزازية أنا بدي أسألك هل تراها استفزازية لأنه في بعض الآخر يرى كمان أنه لا يمكن للحل الدبلوماسي هنا أن يرى النور من دون زيارة من هذا النوع من دون التنصيق السؤال هو هل هذه الزيارة الثاتف هي إطار موافقة لبنان على قرار تطبيق لبنان إذا كان هذا القرار الكل برحب هذه الزيارة هناك ترحيب من قبل بعض المسؤولين ملفت لبنانيين أنا أقصد الإيراني لا لا الإيراني طبعا أما إذا الإيراني جاء يبني قدرات حزب الله وإعادة هيكلة حزب الله وتدعم حزب الله أنا ليست مهمة وزارة خارجية جماعة هل تعتقد أن يكون بذلك أنا أتساءل أتساءل الأستاذ محمد دكتور محمد يجاوبنا أنه هل هي الزيارة في سياق وصول لحل دبلوماسي لأنه لا يمكن لإسرائيل أن تتوقف قبل أن يتم تدمير قدرات حزب الله هلأ الملاحظ أنه كما ذكر أنت بك تحكي عن حرس الثورية لا لا أريد أن أحكي أنه في ثنائية في إيران اللي كان يتكلم عن الضريف دائما الميدان والدبلوماسي عراقشي لا علاقة له بالميدان يعني لا علاقة له بالحرس الثوري عراقشي بمثل الدبلوماسي الميدان تصرف اللي هو الحرس الثوري وكلنا قرأنا خبر الطائرة التي أعادتها سلطة الطيران المدني اللبنانية ومنعتها من اللبوط في المطار طهر وكانت تقل عدد كبير من القادة الميدانيين اللي كانوا مرسلين ليحلوا محل القيادات التي تم اغتيالها وعادت الطائرة مرة أخرى ونزلت في سوريا وفي مطار حميمين وبحراسة روسية ووصلت تلك القيادات واستلمت مهامها في داخل لبنان يعني عاد مرة أخرى الإيراني مرة أخرى إلى الوصول واليوم التالي أعلنوا في طهران بأن جميع قيادات حزب الله التي تم اغتيالها تم استبدالها والآن حزب الله عاد إلى العمل كما كان عليه الحال قبل عملية الإغتيال هذا مؤشر على إيش؟ هذا مؤشر على الإيران هذا مؤشر على أن الدول اللبنانية في طريقها إلى سيناديو كارثة صحيح لا أقول غير ذلك لا أعتقد أنا صراحة زيارة عباس عرقجي يمكن يتخللها كما ذكرت دكتور محمد أي قرارات لربما مرتبطة بالميدان لأنه حتى هذا الأمر كما ذكرت لا يبحث بالعلان وأمام كاميرات وليس من قبل وزارة خارجية طبعا أريد أن أسأل طبعا الدكتور عبدالله والأستاذ محمد عن النقاط المرتبطة بهذه الزيارة بداية أستاذ محمد هل تضع هذه الزيارة ضمن إطار يمكن عقل الدولة لطرحه في بداية هذه الحلقة النقاشية الدكتور محمد أنا أعتقد إيران ما زالت في المنطقة السابقة وعقل الدولة يعني الأمر الذي نحن نتمنى حقيقة جميعا يعني نحن نتمنى ذلك لكن هل إيران تفكر بذلك؟ هل إيران تريد أن تتحرك بعقل الدولة في هذا الوقت في هذا الظرف؟ أنا أعتقد إيران تريد أن تضمت جراحها وتريد أن ترتب أوراقها في لبنان وبلا شك التصريحات التي صدرت بشكل أو بآخر هي تريد أن تعيد الحياة إلى حزب الله تدعم هذا الفصيل لا تريد أن تخسر لأن بلا شك إيران تدرك خسارة كم ستكون خسارة حزب الله بالنسبة لها قالها المرشد بصوت عال جدا خسارة كبيرة لأن حزب الله ليست في لبنان فقط حزب الله هي التي تدعم كل الأذرع في المنطقة العربية والخارج وبالتالي هذه الزيارة بلا شك لا نستطيع أن نكون حسنين النية فيها نتمنى لكن أنا أعتقد الموضوع له أبعاد الدكتور عبدالله قال أنها استفزازية وما أعطانا تفاصيل أوفة لماذا قرأتها بهذا الشكل أراها بسياق أنها هي زيارة أكثر تدخلية في الشأن اللبناني من أنها زيارة لبناء توافقات لبنانية يعني كما ذكرت وذكر مراسل من لبنان أنه هناك مبادرات ولو محدود في لبنان لمحاولة بناء موقف ولكن أنا أعتقد أنه زيارة وزير خارجي لأنه في هذا التوقيت بالذات هي لبناء توافقات لبنانية هذا أقول ثانيا نحن نعرف أنه تم إعادة طائرة إيرانية الأسبوع الماضي لا نعرف ما هو الموقف من هذه الطائرة طبعا هي وبالنهاية هو دبلوماسي ووزير خارجي وبالتالي فيه يعني محاذير من تهديد يعني هبوط طائرة تحمل يعني وتقل وزير خارجي ولكن أنا باعتقادي أنه الحل في لبنان ليس بالتدخل الإيراني الحل في لبنان هو بالتدخل العربي دور أكثر فاعل لدول عربية وإخراج إيران من المشهد والوصول إلى توافقات ضمن يعني أو يعاد حزب الله كحزب سياسي لا أحد يختلف على هذا الموضوع ولكن هلأ أيرتسي هليفي رئيس الأركان ما بدوا حزب الله ما بدوا مستقبل لحزب الله هذا ما أوردوا قبل قليل كمان بدنا نشوف الجانب الإسرائيلي كيف عم يتعامل مع إمكانية لربما ترميم صفوف حزب الله بشكل مختلف يعني هاي نشوة إسرائيلية أنه يعني بدناش حزب الله هما بالبداية أنا ذكرت قبل قليل أنه هدف تدمير حزب الله وقصف الضاحة الجنوبية ما كانش وارد في البداية كان بالبداية الهدف هو فقط إخراج قوات الرضوان إلى شمال الليطاني وعودة سكان الشمال عندما تم عملية البيجر واغتيال حسن نصر الله شعرت إسرائيل شعرت أنه فرصة نحن وصلنا هذا الكابوس اللي كان مهيمن على إسرائيل حزب الله شعروا أنه هو في فرصة لتدمير هذا الحزب وبالتالي تولدت هذه الفكرة أنه نحن نريد تدمير الحزب لكن أنا لا أريد حزب الله كحزب سياسي الوضع على فكرة في لبنان غير في غزة الآن في غزة يقول لا نريد حماس هذا واضح لكن في لبنان وضع مختلف بالعيد عن حزب الله يمثل طائفه صحيح هناك ولااءات خارجية وبالتالي هم طائفة وبالتالي لا يمكن هم جزء من الدولة هم جزء من الدولة اللبنانية هذا الموضوع طبعا مهم أن نبحث فيه أيضا لكن أستاذ محمد يعني مرتين في سياق هذه الجلسة اليوم يقول الدكتور عبد الله أنه حان الوقت لتدخل الدول العربية حان الوقت لأن تلعب هذه الدول دورا فاعلا الآن في هذه المرحلة لبنان عانى صحيح حقيقة خلال السنوات الماضية من انفجار مرفأ بيروت إلى الأزمة الاقتصادية الناس خسرت أموالها الناس تعبت القطاع المصرفي القطاع الصحي كل القطاعات تم تدميرها حتى تأتي هذه التطورات وتزيد على اللبنانيين أزمة جديدة اليوم برأيك هل يمكن للحضن العربي أن يعود ليحتضن لبنان وشهي الشروط أنا أعتقد أنه فعليا هناك تحركات عربية قد بدأت لاستعادة لبنان وإرجاع إلى الحضن العربي وأن هناك أمور تعد من أذل هذا الأمر هذا الأمر لم يعد خيار حقيقة وأنا أعتقد العرب كانوا ينتظرون أن تكون هناك اللحظة التي يستطيعون أن يتحركوا فيها اليوم نحن نتكلم عن زيارة الوزير الإيراني وزارة هذه الزيارة وهذا الفكر يؤكد على فكر الوصاية التي يحملها النظام الإيراني الإيرانيين يعتقدون أنهم مسؤولين على هذه المنطقة أنهم مسؤولين عن لبنان وهم رايحين ينصحوا للبنانيين وما يعملون وكأننا نحن ناقصين لا نستطيع وهذا ربما ذكر كذلك سعد السفير في الجلسة الماضية أن العرب يعني أن العرب مهزومين وهم منتصرين وأنهم جاءوا لينقذوا العرب لا أنتوا خلكم في منطقتكم خلكم في جمهوريتكم والعرب قادرين أن يحلوا مشاكلهم مشاكل العرب كلها اليوم من إيران ومن إسرائيل طيب إيران أنت تدعين إسرائيل في النهاية هي تهاجم الدول العربية ولديها مشكلات وعدو واضح بالنسبة للدول العرب طيب إنت إيران التي تدعين أنك مع القضايا العربية لم يطلب منك أحد أن تكون في هذا الوضع الفوضوي بالنسبة للمنطقة وبالتالي أعتقد اليوم أنا مطبئاً حقيقة أن هناك جهود عربية تبذل وربما تعلن قريباً من أجل ترتيب الوضع ومساعدة لبنان على النهوض وعلى الخروج حقيقة من تلك السنوات الصعبة التي كانت تمر فيها العرب لن يفرطوا كذلك في هذه الفرصة أن يعود لبنان ويكون في وضع الطبيعي وأنا أقول للمؤشرات التي نسمحها اليومين من السياسيين اللبنانيين ربما تعطي إشارة وكأن هناك شيء قريب والله فرحت لقلبي الموجوع صار له فترة فرحت لقلبي وبدأ إن شاء الله أنا بكون اللي عم بعلن هذه الخطوة بس أنا ما بوافق للاستاذ محمد بنقطة واحدة فيه شروط مطلوبة من لبنان من لبنان الدولة حتى يتحقق ذلك خلينا نميز بين لبنان هلأ خلاف الدول العربية مش مع الدول اللبنية يا جماعة الدول اللبنانية يعني ما فيه خلاف مع خلاف الدول العربية مع حزب الله نحن خلينا نحكي هيك بشكل واضح وصريح على مستوى إقليمي وستراتيجي ما نظل نحكي بالملفات واحد واحد الميليشيات اللي تشكلت في المنطقة 90% منها بعود بالولاء لإيران وهي ميليشيات تشكلت في الحواضن الشيعية اللي موجودة في المنطقة بالدرجة الأولى صحيح فيه ميليشيات تتبع لتركيا فيه ميليشيات تتبع لأطراف أخرى لكنها لا تشكل 5% من حجم الميليشيات الموجودة في المنطقة إذن في عندنا إشكالية الدول العربية يجب أن تتعامل معها فيما يتعلق بالحواضن الشيعية ونسأل سؤال ما الذي دفع الحواضن الشيعية إلى إيران كلمتين خديعة المقاومة كلمة وحماية الطائفة كلمة ثانية اليوم تبين عدم جدوى مشروع المقاومة ومشروع المقاومة يعود بالتدمير وبالتخريب على حواضن الميليشيات اللي هي الحواضن الشيعية وهي التي تدفع الثمن وأبنائها هم اللي بيستشهدوا وقراءها هي التي تدمر وبالتالي سردية المقاومة لم تعد صالحة ضل مسألة أخرى حماية الطائفة أنا برأي أن الدول العربية كلها وأعتقد أنها بادرت مسبقا ولكن عليها أن تبادل مرة أخرى ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة إلى الذهاب باتجاه حماية الطائفة وتطمينها على حرياتها الدينية تطمينها على مصالحها وتطمينها على مشاركتها السياسية في الدول اللي هي متواجدة فيه وتطمينها على حصتها الطبيعية من الموارد والثروات والنظم السياسية اللي هم موجودين فيها من دون حاجة إلى مضلة وغطاء خارجي إذا فككنا هدولا ما عاد في حاجة لشيعة المنطقة يحتموا بإيران هم محتموا بإيران مرة لوهم خلقة إيران تجاه أنكم أقلية مهددة مستضعفة وأنا أستطيع أن أوفر لكم حماية تنقل شيعة جنوب لبنان من بيئة فقيرة مستضعفة إلى بيئة حاكمة وتنقل شيعة العراق كذلك الأمر وباقي المناطق ومسألة أخرى خدعتهم بفكرة المقاومة والتضحية والفداء والقدس وكذلك الآن مشروع المقاومة تبين أنه غير عملي على الأقل وبأنه لم ينتج بالفعل أي فائدة شو استفدنا من حرب الإسناد اللي عملها أعزب الله لغزة لا أنقذت غزة ولا أنقذت لبنان ستعرف شو أنتج دكتور محمد لو قطعتك هنا أنتج أذرع اليوم نتساءل إن يمكن تكبيلها إن يمكن إيقافها فيه فكر اليوم انتشر في لبنان وفي اليمن وفي العراق وهنا التساؤل لنعتبر أنه إيران ذهبت في طريق السلام وذهبت في طريق الإصلاح طب ماذا عن هؤلاء دكتور عبدالله أنا صراحة أخشى من يمكن إمكانية عدم إيقاف هؤلاء اللي اليوم تشبعوا هذا الفكر وباتوا يعني يتصرفون بشكل منفرد ومنعرف بعدين بيصدر قرارات عن أو يمكن تصريح عن القيادات بيقولوا إحنا ما قلنا عليه أهم يتصرفون لمفردهم وصار هالموضوع يعني هو الإشكالية الحقيقة إنه لما يتم الخلط والدمج وبقصد من بعض الجهات بينه أنه الهدف هو سواء تحجيم قدرات هذه القوة هو بالنهاية إحنا كدول عربية بحاجة أن هذه الميليشيات أو هذه الأدرع أنه يعني تنكفى إلى العمل السياسي فقط لكن بهذا الوقت هو هدف إسرائيلي كمان اليوم كل المشكلة التي تحدث أنه إحنا حتى لما نتكلم عن نزل حزب يتم تصوير هذا الكلام على أنه خدمة لإسرائيل هو ليس خدمة لإسرائيل هو خدمة للدولة اللبنانية اليوم تكلمتي عن الشروط الدولة اللبنانية حتى الدول العربية تتدخل أولا أنا أعتقد أن العلاقة هي تكون تبادلية الشرط الأول أنه لازم تكون إطار دبلوماسي وقانوني من الحكومة والدولة اللبنانية لتدخل العربي عند العرب لن يفرض رأيهم ولا يتدخلوا بدون دعوة من الحكومة اللبنانية او دول اللبنانية اثنين هو موضوع المساعدات الاقتصادية زي ما تفضل الدكتور محمد هذه الحاضنة مليون ومئتين ألف نازح في أسبوعين لا الوضع كارثي لا أحد كان يتخيل في غزة بعد أربع أو خمس جهور ووصلنا إلى مليون ومئتين ألف نازح في لبنان في أسبوعين وصلنا إلى مليون في الشوارع في الساحات المساعدات الاقتصادية اعتقد هي أيضا وسيلة لاستقطاب هذه الطائفة لا نريد أن أتكلم بنفس طائفي ولكن أقول هم لبنانيين تم تضليلهم بشعارات المقاوة والتالي يمكن إعادتهم واستدراجهم واحتضانهم من خلال المساعدات من خلال أطر سياسية معينة المشكلة الحقيقية هي كما تفضل الأستاذ محمد في التدخل الإيراني أنا كنت أتمنى أن وزراء الخارجي العرب يكونوا في بيروت وليس وزير الخارجي الإيراني إن شاء الله يكون هذا ما ألمح إليه الأستاذ محمد من تحركات لربما يكون نتمنى لكن بصراحة أنه يأتي وزير خارجية إيران في هذا التوقيت والدول العربية تحاول إيران لا تفتح مجال للدول العربية أن تساعد لبنان ويجب مزاحمتها عدم انتظار أنها تفتح مجال لازم مزاحمتها حقيقة ضيوف الكرام غياب الضيف الإسرائيلي يمكن جعلنا نتحدث معا في موضوع الدول العربية والمطلوب والشروط والليلازم لبنان أن يطبقها لكن كمان العنصر الإسرائيلي في هذه القصة لا يمكن أن يغيب لأنه يشكل العقدة الأساس هنا وبالتالي نحن نعلم جميعا بأن هذه التطورات تخدم اليمين المتطرف في إسرائيل وبالتالي يمكن كما ذكرتم في هذا الحوار يمكن لإسرائيل أن لا تتوقف أنا أستاذ محمد هنا كمان في كثير تساؤلات تطرح اليوم في صياق هذه التطورات كيف يمكن لمسار الانفتاح أي ساعد نحن نعرف تماما أنه اليوم قنوات الاتصال عندما تكون مفتوحة مع طرف ما وعندما يكون هناك في مصالح مشتركة يمكن الضغط بشكل أو بآخر على الطرف الآخر ليجعله يردخ ليجعله يقدم بعض التنازلات في اتجاه واحد نحن نتكلم عن السلام في المنطقة وبالتالي أريد أن أسمع رأيك كيف يمكن اليوم لقنوات الاتصال للمسار التقاربي لبدأ منذ سنوات أن يؤثر ويشكل ضاغطا على هذه الأزمة؟ طبعا المشكلة في هذه النقطة أن نحن نتعامل مع حكومة إسرائيلية متطرفة يمينية لا تقبل أي طرف هذه المشكلة الحقيقية أنا أعتقد بلا شك وجود قنوات يساعد كثيرا ويمكن أن يكون هناك قدرة على الحوار والنقاش والأخذ والرد لكن هذا الأمر كذلك لن تستطيع أن تتحمل الدول العربية أي من الدول العربية التي قامت بالسلام مع إسرائيل اليوم هناك الولايات المتحدة هناك الغرب المسؤولية الكبرى حقيقة تقع على الولايات المتحدة وعلى الدول الغربية التي هي الراعية الأساسية لإسرائيل طبعا الاستسلام لهذه الحكومة المتطرفة هو الخطير حقيقة اليوم نحن نرى أن العالم أنا لا أريد أن أتكلم عن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية التي أصبحت في خبر كان أتكلم عن الدول الفاعلة والمؤثرة التي يجب أن يكون لديها قدرة على إيقاف هذا التحرك الإسرائيلي اللا محدود كل اليوم نتساءل إلى أين؟ إلى أين رايحة إسرائيل؟ أين تريد توصل بالضبط؟ أين النهاية؟ في خط نهاية لإسرائيل أم لا؟ يجب أن يكون هناك خط نهاية؟ أنت أشرت إلى الولايات المتحدة البعض يتساءل اليوم ما الذي يبدأ إياه واشنطن؟ ليس إسرائيل بالضبط أنا أعتقد أننا لا ننتظر ماذا تريد إسرائيل أو واشنطن نحن ننظر إلى مصالحنا الوطنية في هذه المنطقة نحن اليوم عندنا مصالح نحن عندنا التحديات ليس القرار هناك إلى متى سيكون قرارنا في واشنطن أو في تل أبيب؟ اليوم إسرائيل تدعي أنها تحافظ على أمنها تحمي مواطنيها أنها ترد على الهجوم الذي حصل قبل عام العالم يقدر يتفهم يختلف يتفق لكن كل هذا الأمر غير مقبول بأن يكون بلا حدود اليوم هناك أمن قومي لهذه المنطقة هناك شعوب تعيش في هذه المنطقة هناك مصالح لهذه المنطقة لا يجب أن تكون إسرائيل وضع فقط مصلحتها أمام عينيها وكأنه ليس هناك أحد في المنطقة هذه غير إسرائيل لذلك أنا أعتقد الجهود تبذل منذ اليوم الأول حقيقة لكن التحديات كبيرة الحكومة الحالية هي حكومة التطرف وعنف وقتل حقيقة ولا أحد يستطيع أن يقول غير ذلك لكن أعتقد اليوم الفعل العربي الغائب يجب أن نتكلم عنه اليوم مصالح دولنا مهمة جدا اليوم كانت الحرب في غزة نفهم نتفهم الصراع الموجود في فلسطين لكن أنه يمتد إلى لبنان وأكثر مما يحدث اليوم أنا أعتقد هذا الأمر غير مقبول لازم يكون هناك تحرك عربي يتجاوز الإدانة والشجر دقيقتان متبقيتان لهذه الجلسة سريعا بدأ أسمع من الدكتور محمد ومن الدكتور عبد الله إن كان الحل قريبا هذا ما يريدوا أن يسمعوا كل متابع لألنا الليلة دكتور محمد والله يجب أن لا نخسر الأمل لا نفقد الأمل أنا أقول أنه في أشياء تحققت كمان عشان المشاهد يكون في الصورة يعني نحن في أبريل الماضي كنا على وشك حرب إقليمية والدبلوماسية الإقليمية نجحت في تجنيبنا هذه الحرب الإقليمية وإن شاء الله تتكرر وهذه الجهود لأن حدثا لم يحدث فالناس لم يحسوا لكن لو لا سمح الله أنا ذاك حصلت حرب إقليمية كان الناس شعروا ما الذي حصل لكن دول المنطقة تحركت وبجهد دبلوماسي جبار واصلت الليل مع النهار في أبريل الماضي حتى منعت المنطقة من الدخول إلى حرب إقليمية اليوم في اللحظات التي نجالسين فيها من نتكلم المنطقة كلها تتحرك دبلوماسيا أيضا ودول المنطقة تشعر بمسؤولياتها أو على قل العدد الأكبر من دول المنطقة وبتحركوا من أجل منح حرب إقليمية أخرى تكاد لكن كما تفضل الأستاذ محمد نحن أمامنا بالنهاية لا نعرف ما هو الموجود على أجندة حكومة الإسرائيلية اليوم لبنان في تلميحات عن الجبهة السورية في كلام عن تفريغ سكان باتجاه الأردن في كلام عن تفريغ السكان في غزة في كلام عن مشاريع متطرفة بعيدة وطموحات واسعة للتوسع في المنطقة وفي إشكالية تحدث عنها الدكتور عبدالله إنه كل ما تحققت أهداف القادر العسكريين بشكل سريع ودراماتيكي بيبادروا لتوسيع أهدافهم مرة أخرى شو رأيك دكتور عبدالله؟ ويجب ضبط؟ أنا متفائل لن تكون حرب إقليمية تؤثر على المنطقة وعلى الاقتصاد وإمدادات النفط وما إلى ذلك ومتشائم جدا بالوضع في لبنان بصراحة يعني الوضع في لبنان يعني لا أعتقد لا أعتقد خلال مدى المنظور يعني ست شهور أو ثمان شهور قادمات أنه يكون هناك استقرار في لبنان وأعتقد أنه العمل العسكري إسرائيلي في لبنان يعني سيتوسع سيتوسع جدا وبالتالي أنا متشائم جدا بشأن لبنان وحزين جدا على ما يحدث في لبنان وكيف وأنا قلت فيه بمناسبة الأسبوع الماضي على سكاينيوز قلت يعني أتمنى أن لا يجر حسن نصرى لبنان إلى الكارثة التي جرى إليها السنوار غزة